عودة إليكم مشاهدين الكرام اليوم راح نتحط على الأجهزة الطيبية في الصالون اللي راح ينظم خلال أيام بمناسبة أو للترويج لهذه الأجهزة الطيبية هنا في الجزائر خاصة أنه الجزائر تعرف فتح في هذا المجال مجال صحي سوى في المستشفيات الأمومية أو الخاصة اليوم أسعد باستضافة منظمة هذا الصالون سيد مجيدة مدلو للحديث عن كل تفاصيل هذا المعرض صباح الخير سيمجيد مرحبا بك ما نبقى في الجورنال صباح الخير بارك الله وفيك شكرا على الدعوة سيمجيد حبيت نعرف كذلك السالون هذا العلاش وربما وش الهدف من هذا السالون السالون اللي تذكر فقط السالون اسمه ألجيريا هيلت ونفكره بأنه هذه الطبعة التالية كنا درنا طبعة الأولى العاملية فت كانت فيها صدى كبيرة وهذا اللي شجعنا باش نعمله للطبعة التالية ان شاء الله والهدف منه الآن ديجرة ترويج المنتوجات وآخر ابتكارات في ميدان الصحة المنتوجات والعتاد الصحي والهدف هو نجعله من المعرض منصة بشي تلاقوه المنتجين العتاد والمستثمرين الجزائريين لكي نستغل من الفرصة لكي تكون فيها فرصة إنتاج لمالها في الجزائر وستكون ألترناتيف إيكوناميك ما ليس مجد تقليل سيلمرة تانية هذه مرة تانية نعم اللي أولا كان هناك شركات ولا كانت شركات كانت مهتمة باش تنتج الأجهزة الطيبية هنا في الجزائر الانتاج ما صار طويل شوية ولكن إن شاء الله يتحقق في هذه الطبعة إن شاء الله وكانوا فيه شركات تبادل كان عتاد ليراه الآن ممثلين جزائريين ديجام يمثلوا عدة أنواع من العلمات أكيد ماذا عندنا في هذا الصالون هذا كأعتاب طبي وماذا عندنا كأعتاب طبي وماذا لنشوفهم في هذا الصالون يكون هناك أكثر من مئتين العلمات لا نستطيع أن نذكرهم كامل ولكن هناك شركات الإرام والمتاريات في الربوراتوار شيء ممثل أيضاً في هذا الصالون يكون هناك أكثر من مئتين علامات تجارية أجانب أجانب وجزائريين وكان مشاركة أجنبية حول أكثر من عشر بلدان أجنبية منهم بريطانيا منهم مصر منهم العراق منهم أكثر من مصر عندهم ينتجوا الأجهزة الطبية يشارك مع أجانب يشارك مع أجانب هنا في الجزائر لا يوجد إنتاج الأجهزة الطبية يقدر يكون ولكن لا يوجد حجم كافية هل هناك أجهزة مطورة سنشوفها في هذا الصالون النوفوتي يعني آخر صيحات الأجهزة؟ كاين أجهزة بأنه كاين أكبر منتجين سكانير في العالم حين يكونوا حاضرين معنا ما كان لن نذكر الأسبوعات أكد بدون مشهار ولكن هناك أكبر منتجين في العالم أوروبيين وكامل راهم حاضرين في المعرض إن شاء الله وهل كاين اهتمامتها ربما من المستشفيات الأمومية أو المستشفيات الخاصة التي قد تناء هذه الأجهزة؟ نحن للمنبر نوط جهري سنعلود مستشفيات نحن نعطيه ربما الدفع لشيما نحن ندير وين كونستا ولا كين نقص ولا كين نقص كين وزارة اللي راح يمسكلفها بالشي ووراهم يقوموا بالدور اللي لازم وحنا الدور تعنا هو نديروا منصة والناس يقدروا يتلاقوا باش ديجاء يكشفوا على أحدث ما يحدث وشي تندر في هذا المجال ونديروا تانية منصة باش يتلاقوا من الصعب انك تتلاقى انت كمستثمر ولا في الصحة ولا كلينيك بيفي ولا حاجة انك تتلاقى معها لي يبيع منتجات في الصحة معنطها هدية فرصة باش الناس يتلاقوا باش معتها نقدروا ننمو أكتر من 70 شركة في مكان واحد من الحاجة معنطها ستلز امبورتان بولن انفستيسور في طبعاً لولا هل كانوا دي مارشي هل سروا صفقات هل كانوا شراء وقتلاء وعقدوا شراكات كانوا صفقات كانوا صفقات كانوا صفقات كانوا عقدوا شراكة معنطها بين أجانب الجزائريين وبين الجزائريين بينتهم كانوا لسروا صفقات بين معتها سكتور بيفي سكتور ايطاتيك كانوا دي 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 انفستيسور لي كانوا ما كانوا شعلا بالنسبة لي كي خدموا هدك سيانا في الزازائر وانسي تسويت اه جبنس كسي تتريبون اوكازيون اه بور انقار معتها انكوراجي لليجون كي هوا انفستيسور دون دومان للاسانتي اونالجي نعم تتشوف ربما لانك راكت نضمت لهذه الصالونات تتشوف بلي ربما ما زلنا شوية بعاد على اه ربما الكلينيك بريفي او المستشفيات الخاصة لما نشوف تونس مثلا على سبيل المثل وليس الحصر عندهم ما شاء الله هذه العيادات الخاصة وربما تقنية جديدة هل لماذا هنا في الزازائر ما نلقوش نوع هادشي شوفوا كابين ميديكال يعني دار فيها طبيب وسكانير راديو وخلاص بكاشل عيادات بزاف ولو كان شوية ولكن مش بالحجم المطلوب اللي يقدر ينافس به دولة مجاورة مثل تولس باش نقدرون نقولو معنته نديرو نقوم بالزائر والتونس فات المجال معتا دي جالك لازم يكون علينا مؤشيرات باش نقدرون نقارنو حنا بوانايا ما عنديش مؤشيرات هادو ولكن باش نقدر عصر في الجزائر معتا بتجربة صغيرة اللي عندنا الناس يسان تيراس يسان تيراس دان فيستير والزائر بلد كبيرة معتا مقارنة مع تونس سوالا يكون هناك إحوالة ومشافة أو المشاكل سيأتي على المشاكل ما هي الغالبات هذه المشاكل سؤالة تربيعية هذه المشاكل انه هناك صديقات أتمنى أنه يوم الأربعة من سنة وإن شاء الله حتى إلى الثلاث يوم السبت قاعدة عرض وقاعدة محاضرات نطلب منهم ومام طلبة الانتعادة يمكنهم أن يأتي نعم هل تشوف يمكننا أن يكون نقطب صناعي في الجزائر لإنتاج مثل هذه الأجهزة حتى تخلصهم من عجزرنا نعاني فيها هذا هو الهدف فهذا هو الهدف نحن استرناه في هذه المعرض بشيكون ابتداء من المعرض يكون قطب الصحة للجزائر ومنها تكون بوابل كامل شمال إفريقيا وبيوابل الإفريقيا لما لا بما أن الجزائر ستجع بشيكونوا ديزنبستيسمن 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 دون تولي دومان دومان للاسانتي بلقوى بلقوى الالجليل لها الموين دوني 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 دومان للاسانتي نعم شكرا لك سيد مجيد على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإضاحات وتوضيحات نتمنى فقط أنه ربما يكون هذا الشيء على أرض الواقع وما يبقى الصالون فقط للبهرجة يكون إن شاء الله أمور لنخرج منها من عمق الزجاجة في قطاع الصحة شكرا لك إن شاء الله إن شاء الله وبالتوفيق شكرا لافو مشاهدين الكرام في الأخير ما بقى لي لنقول لكم مدام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى شبه إلى الغد إن شاء الله